السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياة الزهراني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذة نسرين النصار الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة لغتي موضوع الدرس التهيئة والاستعداد المجموعة الثانية دائما نبدأ في جميع أمورنا بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا أصدقاء كما تشاهدون غلاف كتابنا كتاب التهيئة والاستعداد انظروا يا أصدقاء إلى هذه الصورة في الغلاف ماذا تشاهدون؟ أحسنتم نشاهد أسرة أسرة من؟ تعرفنا على اسم الولد في هذه الأسرة فقط الولد ما اسمه؟ فواز رائعين إذن في هذه الصورة فواز وأخته وأخيه الصغير ووالدته ووالده إذن هذه الأسرة أين تجلس من خلال هذه الصورة؟ أحسنتم في غرفة الجلوس انظروا إلى لون كتابنا الجميل ما هو لونه؟ أحسنتم الوردي الغامق إذن يا أصدقاء نحن في كتاب لغة التهيئة والاستعداد كتب على هذا الكتاب وهذا الغلاف رقم واحد إلى ماذا يرمز رقم واحد؟ ممتاز إلى أننا في الصف الأول الابتدائي نلاحظ هنا يا أصدقاء أمامكم الفهرس ما هي فائدة الفهرس؟ أحسنتم يوجهنا مباشرة إلى رقم الصفحة سنعرف العنوان ومقابله رقم الصفحة نشاهد الآن نحن الآن اليوم إن شاء الله سنتعرف على المجموعة الثانية تبدأ صفحات المجموعة الثانية من الصفحة السابعة عشر انظروا إلى لون المجموعة ما هو لونها؟ لونها أزرق أحسنتم لون السماء ولون البحر لونها جميل إذن سنتعرف اليوم على المجموعة الثانية لأننا سابقا انتهينا من المجموعة الأولى واليوم سوف نتعلم المجموعة الثانية بإذن الله إذن يا أصدقاء بعد قلاف الكتاب وبعد أن ننتهي من المجموعة الأولى سنشاهد هذه الصفحة مكتوب عليها المجموعة الثانية وفي الأعلى رقم كام؟ أحسنتم رقم اثنين إذن يا أصدقاء رقم اثنين هنا هو رقم مجموعتنا انظروا إلى ألوان هذه المجموعة ما هي ألوانها؟ أحسنتم الأزرق ودرجاته إذن لون جميل سنتعرف عليه اليوم إن شاء الله في مجموعتنا الثانية الآن يا أصدقاء نقوم نجلس في مكان هادئ هيا بنا في مكان هادئ يا أصدقاء نستمع جيدا إلى شرح المعلمة نحضر كتاب لغتي وقلم الرصاص وأقلام التلوي مستعدون يا أصدقاء؟ درسنا اليوم مشوق أريد منكم الاستعداد والهدوء والجلوس في مكان بعيدا عن الضوضاء مستعدون؟ ممتاز سنتعلم اليوم إن شاء الله أولا سنتعرف على الصورة ومن ثم سنسمي تلك الصورة أيضا نصل الولد بلعبته سوف نشاهد ولد واللعبة في مكان آخر كأنها متاهة نقوم بإيصال الولد إلى لعبته إذن سنتعرف على المتاهة وإيصال الولد أيضا سنلاحظ الصوت ونقلده سنستمع جيدا إلى صوت ما ونحاول تقليد ذلك الصوت أيضا سنستمع وننطق كيف ذلك؟ إذن سوف نستمع إلى الأصوات وفي كل مرة نسمع فيها الصوت ننطق معه في كل مرة نسمع صوت ما سننطق ونكرر لماذا؟ حتى نتمكن من معرفة الصوت وأيضا الشكل الذي أمامنا إذا كان اسم أو شكل إذن يا رائعين نحن الآن في المجموعة الثانية انظروا إلى هذه الصفحة نحن يا رائعين في الصفحة رقم ثمانية عشر نلاحظ بأننا في كتاب التهيئة والاستعداد المجموعة الثانية رقم اثنان هنا سنبدأ بالفقرة رقم واحد تقول هذه الفقرة أتعرف على الصورة وأسميها إذن يا أصدقاء نتعرف على هذه الصورة وبعد أن نتعرف عليها ونلاحظ ما بداخل هذه الصورة سوف نسميها انظروا إلى الملاحظة بأسفل الصفحة ماذا كتب عليها؟ كتب عليها يتعرف على أفراد الأسرة إذن سنتعرف على هذه الأسرة وأفرادها الآن أريد منكم أن تلاحظوا هذه الصورة وتطلقون عليها اسم أتعرف على الصورة وأسميها معكم دقيقة واحدة للنظر ولتسمية الصورة تبدأ من الآن دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا رائعين تعرفنا على هذه الصورة علينا الآن أن نسميها ماذا شاهدتم في هذه الصورة؟ ماذا شاهدتم؟ ممتاز شاهدنا عائلة أسرة مكونة ممن هذه الأسرة؟ دعونا نتعرف على هؤلاء الأشخاص واحدا واحد انظروا إلى الصورة نبدأ من اليمين هذه الصورة صورة مان؟ هذا ولد هل تعرفون اسم هذا الولد؟ اسمه فواز تعرفنا على اسمه هو فقط إذن هذا هو الولد واسمه فواز نأتي إلى الصورة أو الشخص الفرد الذي بعده من تتوقعون هذا يا أصدقاء؟ حسنتم أب أبو فواز ننظر إلى الشخص الذي يليه ننظروا إلى شعر لحية هذا الرجل ماذا تلاحظون؟ لونها أبيض ممتاز إذن هذا من؟ حسنتم جدة فواز ننظر الآن إلى هذه الصورة من هنا؟ ولد صغير صحيح من؟ أحسنتم أخو فواز إذن هذا الولد الصغير أخو فواز وهذه ممتاز هذه أم فواز وهذه من هي؟ تتوقعون؟ جدة فواز أحسنتم وهذه رائعين أخت فواز إذن يا أصدقاء تعرفنا على هؤلاء الأفراد مكونة من من؟ أحسنتم من الأب والأم رائعين والولد الكبير أخته وأخيه الصغير ممتاز وجده وجدته إذن ماذا نسمي هذه الصورة؟ هيا أصدقاء نسميها؟ أحسنتم أسرة فواز أو مثلا نسميها أفراد الأسرة أو ماذا نسميها أيضا؟ فواز وعائلته إذن سوف نسمي بأكثر من اسم المهم أن يكون الاسم واضح المعنى ويدل على هذه الصورة رائعين يا أصدقاء تعرفنا على هذه الأسرة الجميلة ننتقل الآن إلى لازلنا في التهيئة والاستعداد وأيضا نحن في المجموعة الثانية الفقرة الثانية أصل الولد بلعبته أين هو الولاد؟ ممتاز نؤشر عليه بإصبعنا في الكتاب نحن يا رائعين في الصفحة التاسعة عشر نفتح الكتاب على هذه الصفحة هذا هو الولد أين لعبته؟ ممتاز نشير إليها بإصبعنا في الكتاب هذه هي اللعبة انظروا إلى هذا السهم الأحمر أين هو يتجه السهم؟ أين يتجه السهم في هذه الصورة؟ ممتاز من اليمين باتجاه اليسار هل يصح أن نصل اللعبة بالولد؟ أحسنتم لا ولكن نصل الولد باللعبة إذن سنبدأ من اليمين باتجاه اليسار ماذا سنفعل؟ ماذا تشاهدون في الصورة؟ نقاط أحسنتم نقاط ما الذي علينا فعله؟ رائعين نمسك بالقلم بطريقة صحيحة كيف نمسك بالقلم بطريقة صحيحة؟ كيف يا رائعين؟ ممتاز كما تعودنا هكذا نمسك بالقلم بهذه الطريقة إذن بهذه الطريقة أصابعنا الثلاثة هنا تثبت القلم راحة اليد على الكتاب بهذه الطريقة هيا يا رائعين نمسك بالقلم الآن أمسكنا به ممتاز لا ننسى أن يكون الامسك بالقلم بطريقة صحيحة بعد ذلك ماذا سنفعل؟ أحسنتم سنمرر القلم على النقاط حتى نوصل من بمن؟ رائعين الولد بلعبته هيا يا رائعين الآن معكم دقيقتين لتوصيل أو إيصال الولد باللعبة إذا حدث خطأ ماذا سنفعل؟ ممتاز يوجد بأعلى قلم الرصاص ممحة نستخدمها تبدأ دقيقتان من الآن يا رائعين هيا بنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الولد بلعبته انتهينا ممتاز هيا أنا وأنتم الآن نقوم بإيصال الولد بلعبته لمن لم يقوم بالإيصال ومن قام بالإيصال يتأكد إذا كنا قد وصلناها بطريقة صحيحة أو نمح الخطأ إن وجد هيا بنا الآن سنبدأ كما قلنا كما هو مكتوب هنا لدينا بأسفل الصفحة يتدرب على رسم الخطوط والزوايا باتجاه محدد إذن سنبدأ كما يقول لنا هذا السهم الأحمر سنبدأ من النقطة الأولى بسم الله من اليمين باتجاه اليسار أصدقاء أريد أن أقول لكم عندما نستخدم قلم الرصاص علينا ألا نرفع قلم الرصاص عن هذه النقاط تكون خطوطنا مسترسلة ترجمة نانسي قنقر ها قد قارب الولد أن يصل إلى لعبته إلى آخر نقطة سوداء في هذه النقاط ممتاز ممتاز انتهينا رائعين قمنا بالإيصال وراعينا أن لا نرفع قلم الرصاص ثم نبدأ من جديد ثم أيضا أريد أن أنبهكم أن لا نعيد الخط مرة أو مرتين على نفس الخط إنما يكون اتجاهنا في مسار واحد ممتاز يا رائعين بارك الله فيكم إذن نكمل الآن حتى ننتقل إلى الفقرة التي تليها انتهينا يا رائعين ممتاز حتى ننتقل إلى الفقرة التالية نحن الآن في الصفحة رقم 20 نفتح الكتاب الآن على الصفحة رقم 20 حتى نتعرف على مكونات هذه الصفحة إذن نحن في التهيئة والاستعداد المجموعة الثانية الفقرة رقم ثلاثة ألاحظ الصوت وأقلده إذن يا أصدقاء سنلاحظ الصوت ونقلده يوجد ملاحظة بأسفل الصفحة نتدرب على تمييز أصوات الآلات والمعدات للحصول على هذه الأصوات سوف نجد بأعلى الصفحة باركود هذا الباركود يأخذنا مباشرة إلى هذه الأصوات أو الدرس الرقمي كيف ذلك؟ عندما نقوم بفتح الهاتف المحمول أو الأيباد على الكاميرا ونمرر الكاميرا على هذا الباركود فيؤدي بنا إلى رابط الدرس الرقمي مستعدون يا أصدقاء الآن؟ أريد منكم أن تستمعوا جيدا إلى هذه الأصوات أريد منكم أن تستمعوا جيدا إلى هذه الأصوات أريد منكم أن تستمعوا جيدا إلى هذه الأصوات شكراً يا أصدقاء شكراً لكم على الاستماع نستمع مرة أخرى ما رأيكم؟ هي بنا نستمع مرة أخرى شكراً لكم يا أصدقاء إذن ما هي الأصوات التي استمعتم إليها؟ أحسنتم صوت هاتف وماذا أيضاً استمعنا؟ رائعين صوت أيضاً ساعة أحسنتم صوت عقارب الساعة وماذا أيضاً استمعنا إلى صوت آخر؟ الدراجة النارية أحسنتم نريد الآن أن نميز الصورة ونربطها بالصوت نستمع مرة أخرى الآن يا أصدقاء أصدقائي استمعنا الآن إلى الصوت هذا الصوت ما هو؟ صوت ماذا؟ أحسنتم صوت هاتف إذن يا أصدقاء سنضع الآن بقلم الرصاص حتى نميز الصوت الذي سمعنا قوموا بوضع دائرة حول الصوت الذي استمعتم إليه أي من هذه الأشكال سوف نضع حولها دائرة؟ أصدقائي لا يوجد في الكتاب أن نضع دائرة ولكن أريد منكم أن تميز الصوت الذي استمعتم إليه نضع دائرة الآن أي من هذه الأشكال؟ ممتاز استمعنا إلى صوت الهاتف أين هو الهاتف؟ هل هو هذا؟ لا أحسنتم أو هذه مثلا؟ لا رائعين إذن هذا هو صوت الهاتف نستمع إلى الصوت الذي يليه الآن ونتعرف على الشكل أو الآلة التي استمعنا إلى صوتها إذن يا أصدقاء استمعنا إلى صوت هذا الصوت ما هو من هذه الصور؟ أي صوت؟ أحسنتم صوت الساعة صوت عقارب الساعة أين هي الساعة من هذه الأشكال؟ ممتاز هذا هو شكل الساعة إذن الصوت الذي استمعنا إلى قبل قليل هو صوت الساعة هو صوت الساعة رائعين نستمع الآن إلى هذا الصوت هذا الصوت الذي استمعنا إلى ما هو؟ أحسنتم أحسنتم صوت الدراجة النارية أي من هذه الأشكال هي الدراجة النارية؟ أو صوت الدراجة؟ أحسنتم صورة الدراجة إذن الصوت الذي استمعنا إليه قبل قليل؟ صوت هذه الدراجة رائعين ممتاز إذن تعرفنا يا رائعين في الفقرة الثالثة على عدة أصوات هل نستطيع أن نعدد هذه الأصوات معنا الآن؟ ممتاز استمعنا إلى الصوت أول صوت كان صوت ماذا؟ ممتاز صوت الهاتف وبعد ذلك صوت عقارب الساعة أحسنتم وثالث صوت صوت الدراجة النارية بارك الله فيكم يا رائعين ننتقل الآن إلى الفقرة التي تليها الفقرة التي تليها في الصفحة الواحدة والعشرون نحن في الفقرة الرابعة أستمعوا وأنطقوا أريد منكم الآن أن تستمعوا إلى الصوت وتنطقوا معه هيا بنا معا أستمع وأنطق أبي أمي أخي أختي جدي جدتي عمي عمتي خالي خالتي ممتاز شكرا لكم يا أصدقاء إذن استمعنا إلى الأصوات الآن سوف أقرأ أنا الكلمة وأنتم تنطقون معي أبي نطقوها معي الآن أبي أحسنتم أمي نكرر أمي ممتاز الكلمة التي تليها أخي أخي رائعين الكلمة التي تليها أختي أختي بارك الله فيكم الكلمة التالية جدي ممتاز ممتاز جدتي عمي عمتي خالي خالتي أحسنتم بارك الله فيكم إذن الآن أريد منكم يا أصدقاء أن نكرر مع المعلمة وأنا قمت بوضع اسم في مكان آخر لماذا؟ حتى نميز الشكل ونربطه بالصوت أو الذي نقرأه إذن أنا سأقرأ الآن وأنتم تقرؤون معي ونتعرف على الأشكال على شكل الكلمة نكرر مع المعلمة أبي جدتي أخي خالي جدي أمي عمي عمتي أختي خالتي بارك الله فيكم يا أصدقاء على نطق هذه الأسماء إذن تعرفنا اليوم يا رائعين على الصورة وأسميناها ثم وصلنا الولد بلعبته أيضا لاحظنا الصوت وقلدناه واستمعنا ونطقنا انتهى درسنا يا أصدقاء لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله أمان الله في القناة